السلام عليكم صامد العامري واحد من شباب ثورة 2011 ظل مؤمنا بقيم الثورة ومناضلا في سبيل تحقيق أهدافها وحين بدأت أحداث الحرب تسحق الفئات الضعيفة في المجتمع بادر لتأسيس عمل خيري باسم مبادرة ويد للأعمال الإنسانية وبدأ بالبحث عن النازحين والمشردين والمساعدة على إيوائهم وتقديم الاحتياجات الضرورية لهم وما هي إلا أشهر حتى داهم الحوثيون منزله وأخفوه في الفيلم أتالي نتابع جانبا من قصته ومن ثم نعود بعد العصر قالس في بيتي في وقت المقيل أسمع صوت في الدرج صوت مخيف ما زالت ذاكرتي تحتفظ بهذا الصوت ذهبت لأراء فإذا بحوالي عشرين أسكر أو عشرين جندي تابعين للحوثيين يقومون باختطافي وسحبي من الدرج بطريقة مهينة ولم يمتعوني أن ألبس حتى حذائي أو ألبس شميزي وربطوا على يدي ثم اقتدوني ورأيت أربعة حوالي أربعة أطقوم عسكرية قد حاصرت البيت وبأكثر كثير من القنود منتشرين حول حول البيت لم حاول أسأل لماذا لماذا تصنعون هكذا قالوا لا لك كلام ولا تنطق بحرف ونظرت إليهم وهم يأخذون أنتعتي وأدواتي المكتبية وأجهزتي الكمبيوتر وتلفونتي وكل شيء فأرأيتهم وهم يأخذونه وغطوا على العيوني وربطوا على يدي ثم أطلعوني إلى التحقيق منذ اللحظات الأولى حاولوا أن يلبسوا علي قضايا جنائية وقضايا عسكرية واتهامي باتهامات باتهامات باطلة ولكني كل ما حاولت أن أنكر ذلك قاموا بضربي حتى أني ضربت في يوم واحدة أكثر من 137 خطة موزعة من أعلى ظهري حتى أسفل قدمي في بدروم الأمن القومي كان يوم صعب ضربوني حتى تعثرت من القيام فحملوني وأخذوني إلى الغرفة التي كنت احتجزت فيها تم التحقيق الكمعية أكثر من 31 مرة وكان لما يغطي على عيني يقعني أبصم على أوراق لا أعرف ما هي في ذلك الملف وقد كل ما طلبت أريد أن أقرأ ماذا أبصم قال هذا ليس شغلك أن تبصم في هذا المكان فقط لا غير لأنه كنت أسأل كان يتصل وما ذاك المح لما شلوا أنه خلاص كنتوا تتصل أتصل 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 ولا يقاوب ولا هلو يعني طرب بعقلي كيف أتصل يبني أقريب وموقع بيبني لم أبني ما يتصل تمام سرت الحوبة نسأل قالوا شلوا أنه شلوا أنه حبسوا أنه خلاص مش عمل أيها هذا المبنى يختلف عن مباني الأخرى من حيث التعامل من حيث الزيارات من حيث الحرب النفسية من حيث عدم يعني أن تلاقي أهلك من حيث عدم أن تأخذ لك شيء تقتات بشيء لبطنك أشياء عدم الاتصال التواصل مع أهلك عدم الراحة في الغذاء والدواء والماء دخل مرة بألثين ريال واحد بالغلط فدخلوا المشرفين القائمين على السجن قلبوا لنا الشقاء قلب وتعربتوا أنا شخصيا للضرب من قبل المشرف والله إنه مئة ألف حق ما ندخل نشوف ابننا قف قسم بالله فقام أكذب عليك أشي شاب صراه شاب صراه هذا ولد ولد دار بثالثا ما وزدي ابني ما عملنا شي حاجة ما عملش ابني خطيبتي خطوتي كنته الخطوة الأولى لخطبتها ثم للزواج منها ولكن نيليشيات أو الحوثيين قاموا باعتقالي واحتجازي لمدة أربع سنوات فكان هذا حافز لها أن تعلم أن خطيبها لم يزقن إلا شرفا بذلك ولم يزقن لقضية إلا شرفا قضية الوطن والهم والأسر التي كانت تحمل عاتق ف يعني كانت على موعد أن أحضر حفل زفافها حفل كنت على موعد أن أحضر حفل تخرجها ولكن طال وقتي في السقن وحينما لم أأتي قامت بإنزال صورتي في حائطها على الموقع التواصل الاجتماعي وقالت أنه اليوم الذي كان ينتظره صامد طوال السنين لإشاركها هرحها إلا أنني محتقز من قبل الحوثيين فكان هناك تضامن واسع وكبير من قبل الأحرار من قبل إنسان الذي يحمل هم ويحمل شعور طيبة داخله الحملة أخذت مقالة واسعة إلا أنها أسأت الحثين حقيقة حينما صعدت الحملة نزل رئيس الجهاز التابع العامل القومي يقول لأن الحملة أساءت لجهاز الأمن القومي وأنها مش عارف إيش فكان هذا حافظ كبير لي أنني أنني صرته مثال للحالات أو للأشخاص الذي يوقد مني العشرات بل المئات الموجودين في سقون الحوثيين مدينة الصالح قالوا ممنوع الزيارة خلاص تمددت ورقتت كيف قالوا ورشي الزيارة بعدا قالوا ممنوع يا أخي أنت قالت لنا أننا بياس حقنا ندخل نزوره قالوا ممنوع الزيارة أتواصل معهم قالوا كم عمري قالوا عمري سبعين سنة قال لهم قالوا خلاص أدخلت زوره أمو ممنوع أبو ممنوع قالوا ما شطهو لشان يزوره الحالي وأبو لا شطهو لني وقل لاني شروح خلاص دخلنا ما قسناش حتا دقيقتين لما توصلنا نحن قالوا يا الله خلاص خرقوا شفتوا شفتوا قالوا يقول لك شفتوا أول ساردنتين منا بصر أول نس داك بعد كم شفتوا بعد سنتين بعد سنتين بعد سنتين قال الله هو يسأل ذوه بعد سنتين أوقه رسالة إلى أول أوقه رسالة إلى الأمم المتحدة وأوقه رسالة إلى جميع المنظمات الحقوقية وأوقه رسالة إلى إلى أصحاب القرار وقبل ذلك أوقه رسالتي إلى الله أنني أحمل هم هؤلاء المعتقلين الذي كنت أنا معتقل معهم وكيف تضيق بهم الحال في داخل هذه السجون فالكبت والحرية ليس لها تمام وأوقه رسالة إلى سرعة فكاكهم وإطلاق صراحهم أوقه رسالة أيضا إلى الحثيين بإطلاق بسرعة إطراقهم وكذلك عدم التمادي في خطف هؤلاء الناس الذين تأخذوهم من الشوارع من البيوت لأنه الإنسان في بيته يعتبر آمن أقال يعتبر آمن فلما تدخل له إلى البيت وهو مستأمن في بيته هذا لا يقوز شرعا لا يقوز شرعا سنوات من السجن منها عامان من الإخفاء القسري والمنع من الزيارة وأشهر من التعذيب الجسدي المستمر وصامد العامري واحد من أكثر من مئتين معتقل كان الحوثيون يضعونهم في ظروف بالغة شدة وسوء أغلبهم مدنيون وأصحاب رأي ومعلمون ونشطاء أعمال خيرية خرج صامد العامري من سجون الحوثيين بعد أن كاد يكمل عامه الرابع خلف القطبان لكنه صار الآن حرا بفضل عملية تبادل بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني في تعز وللحديث عن قضية المعتقلين والجهود المبدولة للإفراج عن بقيتهم تنضم إلينا من مدينة تعز الناشطة الحقوقية حياة الدبحاني مرحبا بك معنا سيدة حياة مرحبا أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية مرحبا تابعنا قبل قليل قصة اعتقال صامد الذي أفرج عن الحوثيين في عملية تبادل قبل أسبوعين هذه الوساطة هل تدخلت فيها وجهات قبلية أم تبمت عن طريق الجيش الوطني نعم الجيش الوطني كما ذكرت مسبقا بدل جهود جبارة في إنجاح هذه الصفقة ويشكر على كل الجهود التي قام بها جراء هذه الصفقة الناجحة كثير من الأسرة طبعا العايدين في السلك المدني لا علاقة لهم بالجيش الوطني أو بالبندقية كما يقال الشيخ حمود سعيدة المخلافي حفظه الله ورعاه بذل جهود جبارة من منفاه وهو يبحث عن حلول وعن كذلك ما يقال الوساطة عبر أشخاص آخرين لإخراج هؤلاء الأسرة كان الأستاذ عبداللطيفة المرادي والأستاذ بياء الحق الأهدال وعبدالله شداد جهود كذلك يشكرون عليها في إنجاح هذه الصفقة نعم سيدة حيات إذن الجيش من أتم هذه الصفقة لماذا لم تؤدي إذن بالتالي للإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الميليشية نعم نحن أمام ميليشيات لا تعترف بقيم الإنسان ولا تعترف بقيم الحياة ولا تحاول حتى أن تبدي حسن النية في إطلاق هؤلاء الأسرة الذين يحتجزون في السجون لسنوات عديدة دون ذنب أو فعل صنعوه هذه الميليشية هي تحاول الضغط على أبناء مدينة تعز الذين لديهم مجموعة من الأسرة الحثين الذين كانوا في خط القتال يبعثون الموت تحاول هذه الميليشيات أن تضغط بأن تخرج مجموعة من القناصين أو ما يسمى بالقناديل والقيادات الحوثية التي قام بسجنها الجيش الوطني وهي في مواقع التماس لذلك تحاول أن تخطف أكبر كمية ممكنة من الناشطين والإعلاميين وكذلك من يعملون في السلك الطبي أو في سلك التعليم لكي تضغط بهم على إخراج بقية الأسرة لكن الجيش الوطني حتى اللحظة يبذل جهود لإخراج بقية الأسرة من سجون المعتقلات الحوثية ويقايدهم بما عندهم من السجناء الحوثين الذين كما ذكرت مسبقا هم أولا وأخيرا أسرى حرب هؤلاء الذين أتوا من كهوف مران ومن مناطق شمال الشمال ليصدرون الموت لأبناء مدينة تعيز نعم سيدة حيات هل لديكم إحصائية عن عدد المعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ميليشيا الحوثي نعم طبعا ما تصل إلى الجيش الوطني من استبيانات ومن معلومات تظل كذلك منقوصة هناك كثير من الأسرة لا زالوا كذلك يقبعون في السجون الحوثية حتى اللحظة وهناك آخرين اعتقلوا ولم تصل بياناتهم إلى الجيش الوطني ولم يستطيع أهلهم التبلغ حتى عنهم نظرا للتهديد البعض يحتطف من منزلة ومن مسجدة ومن وظيفة وتهددهم الميليشيات الحوثية بعدم الإبلاغ عنهم حتى اللحظة يوجد لدى الميليشيات الحوثية ما يقارب 17 ألف من الأسرة من مدينة التعز نعم سيدة حيات هذه الأسر التي يتم اختطاف عائلها يعني تمر بظروف مأساوية صعبة ظروف معيشية صعبة هل هناك جهة معينة تأخذ على عتيقها مسؤولية مساعدة هذه الأسر نعم أبناء مدينة التعز كانوا ولا زالوا هم الحضن الدافئ لمثل هذه الأسر ولغيرها من أسر الشهداء ومن أسر الجرحة ومن الأسر الفقيرة المعدمة هناك كثير من المؤسسات الخيرية والتكتلات الشبابية والنسائية والمبادرات والمؤسسات تقوم برأب الصدع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور الوبع الأسري والصحي كذلك والنفسي لهذه الأسر رابطة أمهات المختطفين في مدينة تعز تقوم بأدوار جبارة في التنسيق ما بين هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لتخفيف الألم والمعاناة بتوزيع مبالغ مالية تارتان وأحيانا توزيع السلال الغذائية وكسوة الشتاء ولحم الأضاحي وحقائب المدرسة إلا أن هذه الجهود تظل غير مستمرة وهي جهود دورية وموسمية لا تقوم بالوفاء مع هذه الأسر التي نال الحرب ما ناله منها ونال الوبع النفسي كذلك منهم ونالهم ما نالهم من الحزن والألم والفراق على فراق أحبتهم وذويهم الذين يقبعون خلف أسوار الظلام في المعتقلات الحوثية نعم سيدة حيات هناك معتقلين داخل السجون ميليشيا الحوثي هم بالأساس موظفين لدى الدولة لماذا لا تعمل السلطة المحلية داخل مدينة تاعز على صرف رواتبهم سواء بشكل جماعي مؤسسي أو حتى بشكل فردي بدلا من ترك قضيتهم للمتابعات الشخصية والاجتهادات نعم هذا السؤال في حقيقة الأمر هو سؤال محزن ومبكي ومضحك في نفس الوقت لأن السلطة المحلية لا تواجد لها في مدينة تاعز في أبسط القيام بمهامها قيام خدمات النظافة وكذلك المياه والصرف الصحي هم في حقيقة الأمر متجاهلين كل القضايا هنا في مدينة تاعز نحن أمام فساد يعصف بمدينة تاعز فساد في كل المجالات في هذه المدينة التي أراد المخرج أن تغرق مدينة تاعز في دوامة الفساد والمفسدين والمبالاة وعدم استشعار المسؤولية السلطة المحلية للأسف الشديد لم تولي أي اهتمام لجرح مدينة تاعز الذين لو لا تضحياتهم هم وأسر الشهداء لما وصلوا إلى هذه الكراسي للأسف الشديد لم تقم السلطة المحلية أو قيادة كذلك المحافظة بأي أدوار تذكر تجاه قضية الأسرة في مدينة تاعز من يبذل الجهود ويقوم كذلك بمتابعة شؤون الأسرة هو الجيش الوطني المغوار الذي نوجه له التحية والتعظيم والتبجيل للأدوار العظيمة التي يقوم بها تجاه أبناء مدينة مدينة تاعز يبذل الجيش الوطني كما ذكرت جهود حثيثة ومستمرة في الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق صراحة المعتقلين الجيش الوطني لا يفرق بين الأسير المدني أو أسير الحرب يعني لنا عبرة فيما كان في قصة صامد العامري وكذلك كثير من النشطاء الإعلاميين وكذلك الإجتماعيين والإنسانين الذين أخرجهم الجيش الوطني مقايضة بالقناصين والقتل من فئة كما يسمى القناديل الذين ينتمون إلى جماعة عبد الملك الحوثي سيدة حيات كيف تقيمين حالة المعتقلين المفرج أريد التنويه كذلك إلى نقطة ما الفرق بين الأسرى الحوثيين الذين خرجوا من المعتقلات الحوثية وكذلك الأسرى الذين خرجوا كيف تقيمين حالة المعتقلين المفرج عنهم من سجون الميليشيا وبالتالي حالة الحوثيين المفرج عنهم من سجون الجيش الوطني نعم وهذا ما كنت أود طرحه بالتحديد أننا أمام ميليشيا إجرامية ميليشيا ارتكبت جرائم حرب في حق الأسرى الذين كانوا معتقلين لديهم والذين من المفترض أن يعاملوا معاملة إنسانية حينما استقبلنا الأسرى العائدين من السجون الحوثية نالنا ما نالنا من الحزن والبكاء لوضع أولئك الأسرى الذين خرجوا بثياب ممزقة خرجوا حافيين الأقدام خرجوا وكأنهم لم يكنوا في سجن يحترم حق الإنسان في الحياة بل كانوا في غابة هذه الغابة لديها الكثير من الوحوش الضارية التي تنهش في أجسادهم رأينا الأسرى الذين خرجوا وهم يحملون العكاكيز إضافة كذلك إلى البعض الذين خرجوا وقد فقدوا نظرهم البعض خرجوا وهم مشلولين البعض خرجوا لا يستطيعون حتى الكلام البعض خرجوا وقد فقدوا عقولهم تماما ولا يدركون حتى من هم هذه الميليشيا الإجرامية ارتكبت إضافة إلى الاختطاف جرائم أخرى في التعذيب بالكهرباء والتعذيب كذلك بمنح هؤلاء الأسرى من الطعام لعدة أيام وكذلك إعطاءهم جدول الحصص لشرب المياه دون أيام أخرى بينما خرج الأسرى من المعتقلات الجيش الوطني والذين أقصد بهم الأسرى الحوثيين خرجوا وكأنهم كانوا في نزهة خرجوا في أوج الصحة والعافية والسلامة بل قام الجيش الوطني بكسوت هؤلاء الأسرى وإلبسهم الجديد وإعطاءهم جوالاتهم وكذلك أتوا بالحلق إليهم ليخرجوا في أجمل وأبهى صورة أنا في حقيقة الأمر حينما رأيت وضع الأسرى قلت للأسرى الحق الأهدل يعني ننظر إلى أسران الذين استلمناهم كيفهم وكيف هم الأسرى الذين خرجوا من السجون الحوثية ما كان ينبغي أن يخرجوا بهذه الصورة الجميلة لشدة الألم الذي أصاب نفسي حينما رأيت أسرى مدينة تعز فبادرني الأستضياء الحق الأهدل بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة وأردف قائلا أن هذه هي أخلاق الجيش الوطني وهذه هي أخلاق الأبناء المقاومة الشعبية وهذه هي ثقافة مدينة تعز التي يجب أن تصدر لكل أنحاء الجمهورية مدينة تعز التي أعطتها ميليشيات الوطني وكل أنحاء الجمهورية العلم والثقافة والطبيب والمهندس والفلاح أتت هذه الميليشيات للإنقضاض على كل ذلك بإرسال قذائف الموت إلى هذه المحافظة وهنا يظهر الفرق سيدة حياة ما بين الدولة وما بين مشروع طائفي يتبع ميليشيا خرجت من الكهوف لكن الآن هناك سؤال هؤلاء المعتقلين الذين خرجوا من سجون الميليشيا يعانون هذه الأثار النفسية والتعذيب هل هناك مشروع لمساعدتهم على تجاوز هذه الأثار النفسية وأيضا هل ستوفر لهم أعمال بعد فقدان أعمالهم ومصادر دخل جديدة نعم لنبدأ بالدولة التي لم تكن حاضرة كما ذكرت مسبقا أو الشرعية أو الحكومة أو قيادة المحافظة أو السلطة المحلية التي حتى اللحظة أعتقد أنها لم تبارك خروج الأسرة ولم تلتفت حتى إليهم من يعمل حاليا في مدينة تازية المؤسسات الخيرية والتكتلات الشبابية وأصحاب المبادرات سيقومون بتنفيذ دورات تأهيلية ونفسية لأسر المعتقلين وكذلك للمعتقلين أنفسهم الذين تم الإفراج عنهم وستقوم كذلك هذه المؤسسات وتلك الجمعيات بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من توفير بعض الاحتياجات لهؤلاء الأسرة جهود الشيخ حمود سعيد المخلافي لازلت حتى اللحظة حاضرة بتوجيهاته لاستيعاب هؤلاء الأسرة وتقديم يد العون والمساعدة لهم في كذلك توفير بعض مصادر الحياة لهم وتوفير بعض المبالغ المالية لعلاج الجرحاء الذين خرجوا من تلك المعتقلات وهم في وضع صحي ونفسي مزري للغاية أبناء مدينة التعز كذلك وفاعلية الخير سيساهمون معنا في برامج كذلك تستهدف هؤلاء المعتقلين أو بالأصحة الأسرة الذين خرجوا من السجون الميليشيات الحوثية نعم سيدة حيات رسالة أخيرة تود إيصالها الجهات المعنية أيضا للمعتقلين الذين لا يزالون داخل سجون ميليشيات الحوثية نعم سيرى المعتقلين في السجون الميليشيات الحوثية النور عما قريب لن يألوا الجيش الوطني جهدا في متابعة هؤلاء المعتقلين وإخراجهم بمعية الشرفاء من أبناء هذا الوطن وكل المناضلين والأحرار الشرفاء وكذلك بجهود الشيخ حمود سعيد المخلافي الذي يتابع عن كثب مجرية الأحداث في مدينة تعز رسالتي هنا للميليشيات الحوثية التي ربما قد تسمع صوتي الآن أقول لهم لو تعلمون كم أحرقتم من قلوب أمهات في مدينة تعز وكم يتمتم من أطفال وكم أرملتم من نساء وكم أحرقتم من قلوب أمهات في هذه المدينة التي لم تعطيكم يوما سوى كل جميل أعطتكم الطبيب والمهندس والفلاح والنجار والخطيب أعطتكم الدكتورة الجامعة حاولت مدينة تعز أن تصنع الدولة المدنية الحديثة التي أنتم ستستفيدون منها أولا ستحرركم من قيود العبودية والذل والمهانة للسيد وأتباعه أنا أنادي كل من هم الآن في جبهات المنشيات الحوثية بأنكم سوف تقفون بين يدي الله عز وجل الله عز وجل أهوى لدي أن يهدم بيته المشرف حجرا أهوى من إراقة امرأة مسلم بغير ذنب ما الذي قدمته مدينة تعز حتى تعاقب بكل هذا الكم من القبح وهذا الكم من الموت والدمار والخراب أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم وأتمنى أن يحكموا صوت العقل تحية لكل الأسراء العائدين من المعتقلات ونحمد الله عز وجل على سلامتهم تحية للجيش الوطني المغوار الذي لا زال يرابط على الجبال وفي التباب وفي الأزقة وفي الشوارع وهو يذود عن الحمى ونشكره على كل الجهود المبذولة التي حاول البعض أن يراهن عليها وأن يطعن في خاصرة الجيش الوطني الذي راهنا عليه صاب رهاننا في الجيش الوطني الذي يعتبر صمام الأمان ويعتبر هو الأب والأم الحانية لأبناء مدينة تعز وأخرج هؤلاء الأسراء وهناك دفعات قادمة لازال الجيش الوطني يحاول إخراجهم كذلك في التنسيق مع بعض القيادات والوساطات لإخراج كمية المعتقلين الآخرين في السجون وتحية كذلك لأمهات الأسرة وزوجات الأسرة وأبناء الأسرة ونقول لهم سيرون ذويكم وأهاليكم النور عما قريب لأن معاناتكم هي معانات جميع أبناء الوطن وتحية كذلك لأشياء حمود المخلاف الذي يبدل كل تلك الجهود والأستاذ ضياء الحق الأهدال وعبداللطيف المرادي وعبدالله شداد ومن هم خلف الكواليس لإطلاق صراح هؤلاء المعتقلين وتحية إلى أبناء مدينة تعز الصامدة المناضلة المرابطة التي يلثمها الشموخ والعزة والكبرية نعم شكرا جزيلا لك سيدة حياة الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني كنت معي من مدينة تعز مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة ذي القيس على اليوتيوب صامد العامري تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر